بدأت فتنة السحر من تدوين الشياطين علوم سليمان وما يستخدمه سليمان من علم والله ذكر في سورة الأنبياء وأوضح في الآيات أن سليمان عليه السلام الله عز وجل فهمه هو ونبي الله داود وصخر لداود الجبال ويسبح الطير معه وعلم الله لسليمان كيف يصخر الريحة بأمر الله وبعلمه وصخر نوع الشياطين حتى يغسون له وينفزوا أوامره رغم أني لا أحب أن أخلط العلوم البطنية بالدين حتى لا أكون مصدر فتنة وهذا تقديس ومقام لكلمات الله عز وجل لكن اليوم أنا بتكلم عن السحر وأحاول توضيحه من كتاب الله لأن لو قلته من وجهة نظري مش هتكون بالنسبة لك دليل قوي الآن أنت فهمت أن سليمان تعلم وفهم العلم وبعدها دخل الفتنة من قبل الشياطين المسخرين لسليمان عليه السلام ممكن أنت تقول أن النبي من أنبياء الله ما سخرش الجن المسلمين ليه ما سخرش غير الشياطين وفي شيخ كتير بتدعي أن هي بيتعاملوا مع الجن المسلمين وبيشوفوهم هل المشايخ دي في العصر الحالي أقوى من علم سليمان أمن سليمان هو ساحر بيسخر الشياطين أحب أقول لك شيء مهم وقد سبق وذكرت في مقال الجن العلوي أن الجن بيكون في الأماكن الصحراوية وطريقة تعذيره بتعتمد على التهيئة ولكن الجن العلوي اللي قصده هنا مش الجن المسلم اللي عايش على طاقة الأرض العلوية وكل من على الأرض هو من سلالة الشياطين ونقرر هذا دايما أن كل من على الأرض هو من سلالة الشياطين أو الماردين المتمردة على حكم السفيه الأكبر إبليس والشياطين نعم كل من على الأرض هو من سلالة الشياطين فيهم من تمرد عنهم ولكن كل ما وجد على الأرض متمرد شيطان والدليل في سورة الأحكاف في الآية 29 والآية 30 هنا تفهم أن الرسول كان يطلب قرآن وكانوا حضرين معاه الجن من غير ما شفهم ولا قدر يشوفهم وعرف أن الجن موجود من كلام الله ورسالة جبريل عليه من آيات القرآن ولما جمعوا رسالتهم ولوا أي سافروا إلى قومهم إلى مكانهم معنى كده كل من يدعي أن شاف الجن المسلم التقي هو أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما شافش الجن نفسهم ولما جمعوا رسالتهم ولوا إلى قومهم أي سافروا إلى مكانهم من غير ما يشوفهم بالرسول ولا يحس بيهم حتى لما رجعوا لقومهم قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى تخيل أن الجن اللي هو متبع الله في عالمه ما نزلش على الأرض من أيام سيدنا موسى عليه السلام ولو كان موجود الجن كان الآية كتبت أنزلة من بعد عيسى تخيل أن الجن الخفي المسلم عايش في عالمه بعيد عن الأرض ورسالتها وأحداثها ودليل أنه مقطع ألاف السنين من وقت نزول التوراة إلى وقت نزول الإسلام يبقى كفي أن الناس اللي بتدعي أن معهم جن مسلمين جن نزلوهم مخصوص وده دليل أن كل من يدعي أنه متواصل مع الجن ما هو إلا متواصل مع الشاتين ومش كل اللي بيتواصل مع الشاتين ممكن يكون كافر لأن النبي سليمان عليه السلام قدر بعلمه وبقدرة الله يسخر الشاتين هنا أنت تفهم حاجة مهمة أن كل دجال يقولك أنه شاف جن يبقى كذاب أو محتال أو يتلاعب به الشاتين وكل ما يراه الإنسان على الأرض من عوالم الجن هو من الشاتين وأن سليمان حكم الريح وما منها الموجدين على الأرض وهم الشاتين